10 أيام فقط شوفوا أكثر من 1200 يام قبل منذ بداية انتشار جائحة كورونا في اليمن يتساقط الأطباء على خط الدفاع الأول معزولين عن وسائل الحماية محرومين من إمكانية الحصول على العلاج الكافي للحالات الحرجة حيث أغلقت كثير من المستشفيات أبوابها حتى في وجوه المصابين من الأطباء الذين توفي بعضهم في البيوت ومنهم من مات على كرسي سيارته أمام بوابة المستشفى كما حدث مع استشاري أمراض الأطفال الدكتور محمد الدعيس في محافظة إب نرجو من المنظمات الإنسانية الاهتمام بهذا الموضوع وعدم التساهل لكي ننقل حياة المرضى منظمة أطباء بلا حدود قالت في تقرير حديث إن معظم مستشفيات مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون تعمل بكل طاقتها الاستيعابية وهي على كل حال لا تتجاوز خمسة عشر سريرا وأشارت المنظمة إلى أن فيروس كورونا المسجد بدأ ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن مع معدل وفيات مرتفع التقرير أشار أيضا إلى حالة الدعر التي أصابت اليمنيين نظرا لافتقار اليمن بشكل كامل تقريبا إلى وسائل الاستجابة لهذا الوباء بعد أن تسببت خمس سنوات من القتال في انهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كامل حيث تغلق عدة مستشفيات أبوابها خوفا من الفيروس أو بسبب النقص في الموظفين ومعدات الوقاية الشخصية في ظل غياب الإمكانيات التي طلبها المركز بحسب الإحصاءات فقد سجل اليمن بشكل رسمي خمسمائة وأربعة وستين حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا بينها مائة وثلاثون حالة وفاة وبحسب نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين فإن ضحايا الفيروس من الأطباء فقط قد وصل إلى ثنتين وثلاثين حالة وفاة تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ضحايا الفيروس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي لم تعترف بسوى أربع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة وهي مناطق الكثافة السكانية وبالرغم من إصرار سلطات ميليشيا على إنكار تفشي الفيروس بشكل رسمي إلا أن الجنائز الكتيفة وتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى صالات عزاء هي مؤشرات لمدى انتشار الفيروس وفتكه بحياة سكان تقول المنظمات الأممية إنهم يعانون من تدني مستوى المناعة وارتفاع معدلات سوء التغذية ويحتاج أكثر من ثلاثة أرباعهم للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ترجمة نانسي قنقر